اشتركوا في القناة والعمل على اخراجهم انتم تشاهدون وشاهدتم يعني غالبيتكم كلكم تصحوا لي شاهدتم الفيديو دي الصباح دي صباح امس الذي انطلقت فيه عملية الرشق بالحجارة في صباح اليوم بعد التدخل من اجل فضل ذلك الاعتصام واخراج الاشخاص من اجل كان ضرب الحجارة وثلاثة عملية احراق لسيارات هذه فيديوهات منشورة يعني ومصورة من جهة المحتجين ليست مصورة من لا يعني الناس ترى الامور لا يمكن ان تعتبر تظاهر سلمي لا يمكن ان تعتبر ممارسة في اطار القانون ولهذا اجدد الدعوة من هنا هذا نداء الحكومة التزمت بان تشغل على بديل اقتصادي ووضعت عناصره التزمت بان تحلق قضايا الاستعجالية واعلنت عنها وانخرطت فيها ولهذا علينا ان نتفاعل اجابا مع ذلك وانا بعد النقاش في مجلس الحكومة مطلب مجانية الكهرباء الحكومة اليوم يعني اجماع على انه لا يمكن قبوله لا يمكن قبوله لكن في نفس الوقت المطالب المشروعة المرتبطة بعدد من القضايا وهي كثيرة وحرص على التذكير بها لتأكيد الالتزم بها اليوم لهذا السبب فاجدد نداء الى ضرورة احترام القانون وان قوات الامن هي الاخرى مقيدة باحترام القانون عدد الاعتقالات صدر بلاغ تم توقف تسعة اشخاص هم الان بيد القضاء القضاء والذي سيبت في مآلهم ومصيرهم